نروح بقى لنادي الزمالك نسيب الأهل شوية هنرجع للأهل بعد شوية مع كابتن أمير عبد الحميد ومحمد جمال ومران شفعي في الضيوف النهاردة في رقم عشر بس نروح للزمالك كواليس الساعات الأخيرة في الزمالك بعد الهزيمة أمام شباب بولزداد تعالوا نشوف أولا خلال الساعات الماضية عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة لبحث ومنقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق بعد الهزيمة أمام شباب بولزداد وتم التأكيد على دعم ومسندة البرتغالي جزبالدو فريرا الموديل فني للفريق ومرحه صلاحيات فنية كاملة ودعم جهازه بمدربين أجانب في الجانب البدني وتحليل أداء وفقا لطلباته سانيا رئيس نادي الزمالك خلال الجلسة أبلغ أعضاء مجلس الإدارة برغبة أسامة نبيه المدرب العام في الرحيل وتمسكه بالابتعاد عن الفريق وأن مبارات سموحة المقبلة بالدوري قد تكون الأخيرة له مع الفريق سالسا هناك أكثر من خيار أمام الزمالك لخليفة أسامة نبيه حيث وضع المجلس السنائي خالد جلال موديل فني الأسبق للزمالك والسابق للبنك الآلي كبديل أول التواجد مع فريدة كمدرب عام وأيضا زهر في الصورة طارق مصطفى الموديل فني لفريق أولمبيك أسفي المغربي قبلك طارق مصطفى عامل أداء رائع جدا في المغرب رائع الشيء بشيء يسكر يعني رابعا مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الاجتماع تطرق لأزمة عدم قيد صفقات الفريق الجديدة في المركات والشيط المنقضي وتم التأكيد على دعم القرار السابق للمجلس بالتوجه إلى القضاء لحفظ حقوق النادي خامسا في مباراة بوليس داد كان هناك خلاف فني بين فريدة وأسامة نبيه كان السبب فيه رغبة نبيه الرحيل عن الفريق والخلاف هو رغبة أسامة ومعه المدرب المساعد أحمد عبد المقصود في عدم إشراك الصنائي نبيل عماد دونجا وعمل السيسي لأنهما يقدمان نفس الأدوار مع رغبتهم في إشراك سيف جعفر إلا أن فريدة رفض واستبعت السيف وصمم على موقفه يعني خلافات فنية بتحصل بين كل الناس يعني مش المفروض هي اللي تمشي أو تقعد حد بس تمام تمام